السلام عليكم بصحة جيدة و في أحسن الأحوال اليوم سنشارك معكم حلويات العيد حلويات بلدية والزمان لا يخطو حتى شدر سنجعلكم على المقادر وطريقة التحضير سوف نضيف مباشرة في الوصفة الحلوة الخالط سنستعمل فيها الزبدة سوف نضيف الزبدة 250 جرام سوف نضيف كأس من السكر وكأس من الزيت ونضيف ربع كأس من ماء الزهر اللي ضفت له بعد قطارات من الفانيليا السائلة سوف نضيف هذا المكوينة جيدة ونحصله على شكل كريمي ويكون يحتسط السكر يعني يدب معنا شوية مع الزبدة ومع الزيت سوف نضيف ملعقة صغيرة من القرفة إذا قد عجبكم ضيفه إذا ما قد عجبكم شي ممكن تستغنوا عليها هنا كأس مينة كأس العنبة كأس اللوز محمار كأس القرقاح كأس الجنجلان ونصف كأس مينة الزابيب ونستعمل كأس كبير من الخميرة الحلوية أو بيكين باودر ونضيفه 15 غ نحن نخلط هذا المكوينة جيدة ونضيفه ونضيفه شيئا فشيئا حتى يتجمع للخليط طبعا الخليط مخصوش يجي قاصح ومخصوش يجي لين وهذا هو القوام اللي كان حصلو عليه على العجينة كيفما كانت تشاهدو يعني العجينة رطبة ماشي قاصحة كتجي شبه مرملة ماشي مرملة وإنما كانت تجمع انتم ما كانت تشاهدو يعني كان قدروا ننعدلوا بها كوايرات سافيدة بمليمدا ونشكلوا كوايرات يعني كل واحد غادي يعمل على حسب يعني القيز الكوايرات اللي يغصو يعني كبيرة ولا صغيرة يعني الحجم ما كانت تحكمو فيه سافة غادي نعملوا كوايرات على هات الشكل هذا ومبعد غادي نقوزوا من ينكملوا يعني العجين دينا كامل غادي نقوزوا باش ننقشوهم أو باش نزوقوهم بالنسبة للنقش أو الزوق يعني كل واحد يزوق كيفما بغا يعني يعملوا الشكل اللي يعني ليجاكم ساهل بالنسبة للمرشم فذا إذا سقط لكم فيه العجينة فعملوا شوي عملوا شوية ضطحين وصافي غادي نقوش لكم مزيلا صافي دابا بعد ما غادي نسالي الحلوة دينا غادي نحشيها في الفرن المسخن من قبل على 180 درجة الحرارة من الأسفل ومن الأعلى دابا غادي نتقل للشكل التاني اللي هو الغريبة الغريبة أو البهلة هنا نستعمل القياس كبير ونستعمل القياس صغير وما قدر مضبوطة نخليها لكم إن شاء الله صندوق الوصف بالنسبة للزبدة كيفما شاهدتنا استعملت هنا 4 من الأحسن قياس صغير مصد من الأحسن أسعمل 125 جرام من الشيط من الزبدة من الأحسن ومرضة من السكر وزة مصدق كما أنه قدر في المقادر أستعمل القياس 5 من قياس ولمد وضيف من الملح الضوء فقط الزبدة والزيت حتى ينسجم المكونات جيدا و يضب معنا السكر و نحصل على قوام كريم 80 جرام اللوز 50 جرام جنجلان 15 جرام الخميرة 15 جرام الخميرة و نضيف واحد السكر بدون سكر و نخلط المكونات و نضيف واحد كل مرة نضيف و نحصل فعل echينة تحتاج لضيء و لا يحصل تحتاج لضيء انحنت نحاول نحن ours سوف نعطيكم بعض النصائح رغم ان هذا الفيديو اصبق لي شاركتوا معكم اذا اردتوا الفيديو مفصل بجميع الاسرار سوف نعطيكم في صندوق الوصف هذا هو الحجم اللي عملته وطبعا الحجم كيف يبقى الختيار ديلكم من الاسرار دي البهلة ماشي الغريبية كان عملو الغريبية كان عملوها مقببة يعني بالقبة وما قد جي شي مفرقعة بزف في حل هاد البهلة هادي بجي جيكم مفرقعة بزف ما خسكم شي تقببوها يعني ما دعملو لها شي في حل الشكل دي الهارم هاي دي يجي في حل القبة يعني خسكم دعملوها مبسطة مبسطة على هاد الشكل هذا اللي كان عملو انا انا مبعد غادي نزيد نضغط عليها مش ما تجي شي يعني بالقبة لان هاديك القبة ما قد خليها شي دتفرقع وصير اخر هو اناني قلبت الغريبية يعني البهلة قلبتها كيف ما كانت عندي منزلة من بعد من دي ساريت قلبتها وطيبتها في الفرن على مية وستين دراجة عملت الصافحة في الاسفل وعملت النار غير من الاعلى حتى تفرقعتلي الحلوة عد شعلتها من الاسفل تتحمر غير شوية صافي وخرجتها ده بغادي نبدو بالشكل الثالث اللي هو الفقاس او للبجماط كيف ما كان عايتولو هنا في الشامل عندي هنا يا طاصة او زلافة من اللوز اللي انقعتو في الماء يعني غير شوية خليته في الموحد نصف ساعة او من بعدها كيف ما كتشاهدو غادي مبدا نهرس اللوز ديالي على هاد شكل هادا باش نحصل على طريفات صغر باش يعني ملينج ينقطع البجماط ديالي اولا الفقاس يعني ما ي بيتهرر شي معايا بزاة فيكونوا اللوز يعني عندي مهرر شوية باش يساعدنا في التقطع دياله هنا كيف ما كتشاهدون قصت شوية ده اللوز وزيت ضفت يعني القليل من القرقاع باش نكمل به زلافة هو والزبيب يعني بين اللوز والقرقاع والزبيب خاصنا نكملو زلافة هيا كيف ما كتشاهدو يعني كيف ما كان يعني كانوزن بزلايف نفس الشيء غادي نعملو مع القرقاع والزبيب حتى هما غادي نحاولو نهرسوهم واحد شوية صافي وفي نفس المعجنة يعني اللي عجنت فيها الحلوة كاملة عملت زلافة ذو البيض اللي جا فيهم السدد الوحادات وغادي نضيف زلافة ذو السكر وغادي نحاول ده بغرب الخبط اليدوي نخلطو هاد المكونات هادو مزيان مع بعضتهم غير باش نسهلو علينا المأمورية سافي حتى حصلنا على هاد الشكل هادا وغادي نضيفو ده بغا زلافة من الزيت النباتي وغادي نعودو يعني نخلطو ديك المكونات عود مزيان مع بعضيتهم سافي وغادي نضيفو هنا عندي نسف كأسمينا الماء الظهر من بعد من خلطو هاد المكونات هادو مزيان على هاد شكل هادا غادي نبدو نضيفو يعني المكسارت غادي نضيف هاد زلافة هادو المكسارات اللي حضرنا وعندي هنايا يعني ملعقتان كبيرتان أو ثلاثة يعني كبقى الخطير ديلكم من الجنجلان وحبة حلاوة والنافع يعني كدعملو على حسب الضوء ديلكم مثلا جوجد ملاعيق ولا ملعقة يعني اللي بغيتو من بعد ما خلطوا المكونات كاملين مزيان مع بعضيتهم غادي نبدو نضيفو ادقيق شيئا فشيئا وبنسبان الخميره فانا غادي نضيف نصف ملعقة صغيرة من الخميره دي الحلويات أو بيكين باودر فقط وهذا هو القوام دي العجينة اللي حصلنا لها كيف ما قد شاهدو يعني العجينة ماشي قاصحة شوية ها هو القوام ديلك كيف اشكيجي صافي دي بغادي نقسمو العجينة دينا على قويرات على هات شكل هادا قويرات صغيرة وغادي نجيبو الصافيحة دينا كيف ما شاهدتو عندي الصافيحة فيها ورق الزبدة غادي مدو نشكلو على هات شكل هادا العجينة على شكل طولي مدو نحرب لهم على شكل طولي صافي ونوضعوهم في الصافيحة بالنسبة السمك فغادي تعملو السمك اللي بغيتو يعني كين اللي كيبغي الفقص يجيه صغير كين اللي كيبغيه كبير انا عملتو متوسط صافيحة كما كتشاهدو يعني اضغط عليه واحد شوية هيدا من فوق صافيحة هيدا غادي نستمر من بعد غادي نتوكو بوحد العود خشابي غادي نحشاف الفرد غادي نعملو الحرارة من الأسفل ومن الأعلى احنا على 160 درجات الحرارة ولكن ما اخصوشي طيب بزف يعني خسنا نخلي وهه نص طياب نعملو غا نص طياب ما يتحمر شي معنا بزف حاولو حتى من الأسفل ما نحمروه شي باش امالين جيو نقطعوه ما يتهرش شي معانا غادي نجيب واحد المنديل اللي بللته بالماء وغادي نحاول نعمل يعني غادي نفرشو ها فعلات شكل هذا في الصافيحة وغادي ننزل الفقص ديالي هزوه غيب شوية لانا يقدر يتهرز معاكم انا هنه يكن يعني برد غيوح شوية وما خسكمش تخلي وهتي برد هيداك سخون غل فواهب هاد المنديل هادا اللي فزق بالماء يعني مبلول بالماء وغادي نغطي وعلات شكل هذا غادي نزيد واحد المنديل اخر من فوق وغادي نخلي حتى يبرد تماما فوق واحد القطعة غادي نجيب واحد السكين وغادي نبدو نقطع غير بشوية يعني البجماط او هاد الفقص ديالنا وكيف ما كتشادو انني باليد اخر كنحاول نشبره مزيان باش ما يتفتت شي معايا وانتو مكتشادو يعني ما تفتت ما حتى شي حاجة غير يعني السر دياله هو انه ما خسوو شي طيب مزيان يعني خسو يبقى خضر هانتو مكتشادو يعني باقي ديك الخضورة فيه صافين بعد ما غادي نقطعوه كامل غادي نستفو موهم غادي نستفو يعني في الصفحة على هاد الشكل هادا وغادي نحشاه في الفرن على 180 درجة الحرارة من الاسفل ومن الاعلى حتى يتحمر الفقص ديالنا وياخد ديك اللون الذهبي صافي وها غايكون الفقص ديالنا واجد وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلويات ديالنا بالنسبة للحلوات الخليط بعد ما بردت فن تفصو كرغلاسي بالنسبة للحلوات البهلة انتو مكتشاهدو كيفاش يعني تشقت وتفرقعت معانا بالنسبة للحلوات فانا سبق لي شاركتو معاكم في القناة ولكن الفقص عمري ما شاركتو معاكم اول مرة كان شاركو معاكم هذا هو الشكل نهائي ديالهم بالنسبة يعني الكعاب فانا عندي بسفت الفيديو ديالهم في القناة حتى وما خليكم في صندوق الوص بالنسبة لكي هم والامر عندي يعني الكعاب المنقوش هذا الكعاب ماشي منقوش تمنى هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم و الاستحسان ديالكم كما العادة ما تنسوني شي باللايكات ديالكم والكومنترز ديالكم لي كيشجعوني اكتر بالنسبة للناس اللي جدادي معانا في القناة فاذا كان عجبكم المحتوى ما تنسوش الضغط على ابوني او سبسكريبير او اشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو وده ما نخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله